ده اللي هو seven of ones دي حالة دفاع عن النفس زي ما انتو شايتين جدا. الا انه في اتهامات عمالة بتديلك كل شوية يا جوزاء. والاتهامات يعني نظر متخيل شكلها ممكن يكون عامل ازاي. انك مثلا مزبزب انك متردد انك مش مفهوم الحاجات دي كلها انت في حالة دفاع عن النفس. لا مش انا لا ما عملتش لا مش قصدي. حالة من النار. شايتين دي دفاع عن النفس. او انت في حالة نفسه شديدة. المهم ان فيه توطر دلوقتي. دلوقتي دلوقتي بس فيه توطر بس الموضوع حيتغير. الحالة المادية عندك بتطور بالراحة يا جوزاء خلي بالك من المصروف اصرف بعقل حاول تعمل ميزانية ومتخرجش عنها لغاية لما الحالة دي تطور وهتطور قريب على فكرة. قريب. بس لغاية لما يحصل دا وتحس بالامان من الناحية دي الامان جايهو. هتبتهي تحس بالامان قريب جدا. لغاية لما دا يحصل نزبط المصروف شوية ونشوف ما نصرفش غير في الحاجات اللي احنا محتاجينها السعبان. في هدف قدامك انت رايح لهدف رايح له بسرعة جدا ومش هتوقف غير لما توصل. ووضح يعني عندك عظيمة شديدة جدا الوقت دا. وأفتكر ان دي حالة تخص المال. انت رايح لحاجة عشان تحسن ديها الوضع المالي دا تخليه تحسن بطريقة اسرعة. هتوصل ان شاء الله. ليه بقى؟ عشان دا The World. كارت The World كارت النجاح زي ما احنا شايفين دايرة كاملة. دايرة كاملة يعني انت شغال على مشروع او شغال على project. وكمل خالص. كمل على الاخر. نجاح منقطع النظير. من كل ناحية. من كل حتة. وانت تحس بفخر. انا اعملت دا ازاي. انا زي انجس دا. والناس طبعا اللي حواليك دي هنوك على النجاح اللي انت في دا. حاسس بردة. راضي عن نفسك انك انت وصلت لللي انت عايز. وصلت لللي انت عايز. وان شاء الله ما فيش عقبات. انا مش شايفة عصيان قدامك. وان شاء الله الموضوع هيكون متيسر. متيسرة على رأيي اكرم حسن. متيسر. هنا في حيرة شوية. انت محتار في قرار بين قرارين شبه بعض. اللي اتنين شبه بعض. الكارت دا بيقولك انشي وراء احساسك. دي مش عايزة تفكير ومش عايزة حزبة. دي عايزة تنشي وراء احساسك. في بقى هنا دا الجوزاء. يعني حد بقى انتو انتو عرفت وخلاص وحفظت الكروب. الثلاث كوبايات دول اما انه هو احتفال بشيء. اما انه هو علاقة سلسائية. اما انت فيها انت مع حد. والحد دا في حد تاني في حياته. او انت اللي في حياتك اثنين. انت قادرة. انت قادرة. بس انا ما اعتقدش انه هو احتفال. انا شايت ان دي علاقة سلسائية للأسف. عندنا كارت الموت. زي ما اقول لكم ما تخافوش من الكارت دا. دا مش معناه ان تلحد بيموت حرفيا. لا دا ممكن يكون معناه كمان انه في تحول جامد هيحصل في حياتك. موت لشيء وشيء تاني يحل محله. زي ما تقول كده ان انت بتوسع مكان لحاجة جديدة. لحاجة تانية. في حاجة بتروح بيحل محلها حاجة تانية. افتكر ان مجرد ان حالة التحول دي هتحصل الهدف هيبان قدامك يا جوزات. الهدف هيبان هو هتروح له بكل قوتك وبكل سرعتك. very good. عندك طاقة جديدة. طاقة جديدة شهر دا حلوة جدا. هتساعدك لانجاز المهم بيك. وطاقة خير كمان. يعني لو انت في المنافسة المنافسة شايفة. ما فيهاش ما فيهاش اي يعني مقالب او الحاجات دي منافسة شايفة. عندك طاقة خير ومركز مع نفسك. ملكش دواب اللي بيحصل حواليك. مركز مع نفسك بس. وزي ما قلتلك كل بقى دا هيوصلك لحلة مدية كويسة جدا. الأصفار فيه سفر ولا لأ؟ ما افتكرش. ما افتكرش فيه سفر الشهر دا. بالنسبة لعلاقة جديدة. لأ مش شايفة علاقة جديدة. خالص. إلا إذا كان دا three of cups. دا ممكن يكون خطوبة. ممكن يكون خطوبة. بس الخطوبة دي الشخص دا ليكون معروف. أقصد أقول مفيش حب جديد. يعني هو لو هو حب قائم بالفعل فهو إن شاء الله هيحفظ فيه خطوبة. لو مفيش حاجة خالص يبقى دا احتفال بشيء كويس وحاجة مفرحة وحاجة حلوة جدا لطفاء إيجابية قوي. لو لا دا ولا دا. فبقول إن دا علاقة ثلاثية في حد في الطرف في الجوزاء عنده علاقة ثلاثية. يا إما الجوزاء نفسه. اطم مني جوزاء الدنيا إن شاء الله كويسة جدا معاك. الكرت الوحيد اللي أنا شايفها سلدي هو دا. ودي حاجة أنت تتحكم فيها كويس جدا. أنت بتدفع عن نفسك. لو أنت شايف إن الموضوع مش مستاهل التعب والمعاناة دي كلها. ما تدفعش عن نفسك وخلاص. وصيب اللي عايز يفهم حالي يفهمها. معنين قصدي؟ غير كده الدنيا كويسة جدا. نبص على الكاملت كده سريع. قربي يخلص سريع دي ماجيش. يا دينا القراية بتبقى شهر من تاريخ القراية. مش من أول شهر. لأن لو دا معناه كده إن أنا مفروض أقرأ كل الأبراج أول يوم. دا شيء مش منطقي. فالقراية بتكون شهر من تاريخ القراية. فما تقلقيش من حاجة. البرج لو عايزة تسمعي القديم ممكن تسمعي. الفراش الجديد قريب أو. في الفرن يعني بجهزه. العزراء هنتكلم عنه قريب جدا يا جماعة. شكرا العزراء بيتطلب كتير. وبرج الدالو كمان. خلص يعني بس برضو هاخد رأيي. ولقوا أحمد إيه أكتر حاجة تطلبت وإن شاء الله هنصوط له بعد اللايب على طول. بوسي يا محمد أنا عن نفسي مقتنع. لو أنت مش مقتنع دا شيء يرجع لك. وبرجز لو الموضوع مش عاجبك أخرج. مرسي يا أم عبدالله جدا بشكرك حبيبتي. العزراء والأسف في الحياة الزوجية دنيا بوسي حبيبتي بعد اللايب. بعد اللايب أنا بقول فقرة أسئلة كده عشر دقايق. سؤال بسحب بيها كارت واحد. لو عندك سؤال استاني معنا واسألي سؤالك وإن شاء الله هرد عليه. أول عشرية يا فرح صح. هتستمر ولا إيه؟ الله أعلم يا صندس. هي دلوقتي قائمة بالفعل. وترى ما قائمة ما أعتقدش أنها هتخلص بين يوم الليلة. يعني هتخلص بشهر. هيتكمل الشهر ده على الأقل. دي مجموعة ولا الكلام ده بصفة عامة؟ لا دي مجموعة يا ياسمين. دي مجموعة الأولى العشر الأولانين اللي قلنا عليهم. تمام؟ أوكي. وعليكم السلام يا أحمد. أنت اللي منور أهلا بيك. أوكي. بورج الكوس إن شاء الله هنقوله والجازي. خلص هو ما مش فاضل أبراد كتير على فكرة يا جماعة. كلهم هيتقلوا. أي مجموعة يا قوم. ماسا يا نيرو. ماسا يا سلبا. نحن في الأولى حبيثتي ما أتأخرتش ولا حاجة. حنلتذي للوقت القراءة العاطفية. وأمجد معنا في اللايف أهلا يا أمجودة. هاي حبيبي إزايك؟ أمجد جوزي هنا يا ولد. سلموا عليه. أمجد طبعا أنتوا عارفين أنتوا وبتشاهية بشار بدي هيت لي كل شوية كده أحلى ستريمر أحلى جامر الصراحة شفته بيلعب. مش عشان جوزي والله بصوى فعلا ستريموه حلو قوي قوي. أمجد منك الكريم ضروري بعد إذنك بسمع حضر حبيبتي بعد اللايف. مش عايز أطور في القامل يا جماعة عشان نبتدي الحالة العاطفية. الحالة العاطفية للمجموعة الأولى. هاي الثاني بتاريخ من 21 مايو لحد 30 مايو. ولو شهر 31 تليس صلحين يعني. تعمل شوية مدار أحمن رحيم. مهم. مهم. تمام. مهم. مهم. حلو أبدا. مهم. مهم جميل. طيب. الجوزاء كعدته متردد. ده قرار. ده وضح إن ده قرار. لأن ده شخص في علاقة قريدة. ده قرار. إنت واقع بين قرارين. إنت تقريبا مش عارف إنت عايز الشريك ده أصلا ولا لأ. يعني ده حاجة غريبة جدا. إنت حتى مش عارف إنت عايزه ولا لأ. نفسك في مشاعر جديدة. الكارت ده اللي هو الأيس آف كبس. نفسك في مشاعر جديدة. مشاعر اللي هي الحب اللي غير مشروط. حاجة كده حب اللي هو في الكتب. مش عارف أنتو كمان مثاليين قوي ليه كده في الموضوع. بس في حيث لو أنت لسه أصلا مخدتش قرار بالنسبة لشريكك. حتى لو أنتو في علاقة قريدة فأنت لسه حس إن أنت مش واسق من قرارك. جوزاء يعني هقولكو إيه جوزاء. شايف شريكك إزاي؟ شايفه مسيطر عليك. ولكن بسيطر عليك بطريقة حلوة. بطريقة عجبك. ليس بسيطر عليك بقوة بعنف. لا. بسيطر عليك بالحب. يعني كله بالحب. بطريقة حلوة. مرودك. يعني زي ما تقول مرودك فعلا. طيب. هو عايز إيه؟ شريكة ممكن يكون كان بيمر بفترة كان بعيد فيها عن روحانيات شوية. حياته كان فيها يعني مجغولة كتير فيها حالات كتير قوي. محتاج طاقة روحانيات شوية. شوية هدوء. طاقة الأمر. كارت الأمر ده. طاقة هدوء وسبرخاء. وطاقة تأمل. محتاج شوية تأمل ويهدي الرتم شوية. الرتم عندك تقريبا كان سريع. محتاج يهدي الرتم شوية. وممكن كمان محتاج يقرب من ربنا كمان. نفسه في إيه؟ لو أنتوا لسه مرتبطوش يا جماعة فهو نفسه في إتمام الزواج. عايز زواج. عايز فرح. لو أنتوا مجوزين هورا دي. فهو نفسه في أجازة معك. أجازة مع العيلة. وتقض وقت حريب. هو فعلا يا جماعة محتاج راحة. واضح إنه محتاج راحة. ده كمان أثباتي ده أكتر كارت الأمر اللي قبلي ده. حاولوا شوفوا على حسب وقتك وزبطوا حاجة حتى لو بسيطة. مهما كانت بسيطة خدوا بعد وانطلقوه. شايفك إزاي؟ شريكك شايفك إزاي؟ بتظلمه؟ شايف إن انت بتظلمه؟ جاستس ده بيدل على قلة العدل. فهو شايف إن انت بتظلمه. الطاقة ما بينكم كينج أو بانتكلز. دي طاقة غنية جدا. يعني إيه غنية؟ يعني مليانة حاجات. فيها حب. فيها اهتمام. فيها غيرة. فيها مشاكل. فيها حاجات غنية مليانة حاجات. فيها علاقات بتكون فاضية بعملين قصدي ما فيهاش حاجة. إنما العلاقة دي غنية. It's a rich relationship. حلوة جدا يعني. الفترة دي فيه حظ بقى العجلة بالدور. عجلة الحظ بالدور. بمعنى الدنيا متسهلة أكتر. فهمين بعض أكتر. كرت إيجابي مية في المية. مية في المية. الحيرة دي طبعا عندك أنت يا جوزاء. يعني أنا شركك أكيد بريء من اللي بيحصل ده. دي حيرة. أنت عايز تاخد تعمل حاجة بس. مش شايف خطأ. التوابع بتاعتها إيه ومحتار. كعتك. لسه بل. أنت حتى في العلاقة محتار. مش عارف ناخد قرار. يعني ربنا يعينكو. ويعين اللي معاكو صراحة يا جوزاء بجد. بس واضح أن الحيرة دي أو القرار ده. حيحصل قرار فعلا. وهتبتدي حاجة جديدة. حد منكو من الجوزاء. إما الجوزاء أو شريكو. حتدي شغل جديد. حتى لو كان حاجة مشروعه في غير. حيغير شغله خالص. يروح جديد تاني. حيغير مثلا دي بارتمنت. يروح من قسم القسم تاني. حياخد كورس. في عملية تغيير. هتحصل عندكو في الشغل. إما الجوزاء أو شريكو. بس العلاقة شغلها حلوة جدا. ما شاء الله. ما كيش مشاكل. هو أنت بس يا جوزاء. ياريت لو تحزم قرارك شوية. ولو أنت فعلا ظالم شريكك. يعني فليز حاول تفهمه كويس. وما تسقش الظن بيس. دي قرية المجموعة الثانية. سوري المجموعة الأولى. الحالة العطفية. هبص عن مسجز دقيقة. ونبتدي المجموعة الثانية على طول. مرسيا شوشا. طب كويس. الحمد لله. صح كلمة مرسيا خاو. لا. صوتي بيقطش. لو بيقطش يا نور. طلع من لايف ودخول مرة ثانية. بيقطش. اوكي. دي المجموعة الأولى يا أميمة. احنا رسك المجموعة الأولى دلوقتي. دالو القصة. انا شايف انا دالو القصة أكتر حاجات تطلب. ايو رزاك بيما قال احمد. اللي عنده الصوت بيقطع يخرج ويدخل مرة ثانية. تمام. اوكي. الحمد لله. كويس جدا يا ياسو. الحمد لله. تمام. حلي باركلي دماغة القراءة بتمشي ولاد وبنت. ااتكلمت عن الاسد ده يا رمضة حصل بالفعل. الاسد موجود دي حاببتي في الصفحة. ممكن تشوفيه متسجر. ولزو ممكن تشوفيه على اليوتيوب كمان مختصر. يعني هتخشي على القراءة على طول. اوكي. مرسي يا اسماء وينور عليك يا حاببتي. انا دخل لايف مخصوصة عشان اقول لك اللايف الحوت ده يا شيخة ايه ده مفيش حاجة غلط قلت بيها بحبك كده حبيبتي يا شيرين الحوت كان قوي فعلا القرية كان قوي مرسيه حبيبتي قوي على الفيد باك بتاعك واشكرك بجد كل حاجة تبريسيه يا سندس قوي مرسيه يا ياسمين بيقول لي برافو جويل زج ومال كده في زي مجموعة تانية في خطوة مترددين فيها ان نعمل او نتركها طيب سيلبع كعادتكو بصوحات البنت جوزاء وتفقل انها مترددة بحاجة انتو عندكو تردد شيء فاضيع هديكي نصيحة المسلمين استخارة اكيد الاخوة المساحيين عندوهم حاجة صلاة بيعملوها معينة بحيث يجيرهم علانات او نص او اي حاجة اي حاجة اي حاجة تدلكم من ربنا دي اول حاجة في موضوع الحيرة لان هو واخد جزء كبير من حياتكو جدا يا جوزاء الحيرة اللي انتو فيها دي عندوكم حاجة وعكسها جوزاء مظلومة في حكاية التردد كفاسة اللي بيعملوها والله يا نارين دي مش حاجة وحشة يعني مثلا الحوت عندو برضو كل البراجة عندها عيوب ده من عيوبكو التردد يعني اهو اهو انا ما بجبش حاجة من عندي مش مشكلة ان احنا نواجه عيوبنا ونحاول ان احنا نصلحها يا جماعة ما تخافوش من الموضوع ده ايه المشكلة يعني الحوت مصرز عليه اهبل اهبل اي حد بيتحك عليه مثلا فيواجه مشكلة